بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج جيل ترين حلقة نهاية الأسبوع لكن الحلقة إن شاء الله يكون فيها كوالسة كثيرة وعديدة واجواء مهمة جدا خاصة به فريق النادي الآلي اللي بالأمس انتصر وعمل مباراة كبيرة أمام فريق بيرامدز بالفوز بسلسة أهداف مقابل لشيء تجديد تعاقد بيتسو موسماني واستمراره لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي سفر فريق النادي الآلي إلى جنوب إفريقيا الاستعدادة لمواجهة سانداونز يوم السبت القادم في الجولة الرابعة من مباراة المجموعة الأولى لدور أبطال إفريقيا فبالتالي عندنا أحداث كثيرة جدا وتفاصيل مهمة ما بين خبرية وتقييم وتحليل كمان لمباراة الأمس للأهل المبارح وجمهور الأهلي صنعوا الحدث في مسابقة الدور العام أداء ونتيجة وتشجيع كل حاجة حلوة كانت مبارح لكل جماهير النادي الآلي في كل مجان والجماهير اللي بتحب الكورة كمان بشكل خاص بعد الأداء المميز والأهداف الرائعة اللي أحرزها مبارح لعبي النادي الآلي في مرمى فريق بيرامدز حالة النهاردة زي ما بقول فيها كوليس مهمة جدا لكن بسرعة عشان ندخل في أجواء الحلقة نبدأ بيه سؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة من برنامج الترند عايز أعرف رأيكم في أداء فريق النادي الآلي أمام بيرامدز بالأمس بغض النظر عن النتيجة عايز أعرف بقى انتبعات الناس على الأداء والتشكيل وطريق اللعب والأهداف الجميلة مبارح اللي أحرزها لعبي النادي الآلي لكل هدف بصراحة وراقصة وحكاية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القراءة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من قراءة ومشاركات حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي موسيماني باقي مع الأهلي حتى عشرين واربعة وعشرين وكمان باستة الأهلي تصل جنوب إفريقيا استعدادا لساندونز موسيماني وأخيرا كيروش يختار تسع محترفين لمباراة السنغال الحاسمة موسيماني مجموعة من المباراة اليوم سواء المحلية أو حتى الأوروبية نبدأ بمباراة الدوري المصري منذ قليل انتهت مباراة غزل المحلة وفيتشر اللي أقيمت على ملعب المحلة وانتهت بالتعادل السلبي لكل الفريقين نقطة لكل فريق في جدول الدوري العام بعد أقل من نصف ساعة طلع الجيش يستضيف فريق المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة للفريقين وهي مباراة مهمة بالتأكيد لكل الفريقين عشان الارتقاء في ترتيب جدول الدوري العام دوري أبطال أوروبا النهاردة في مباراتين يعني قمة القمم مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان النهاردة الساعة العشرية مساء بتوقيت القاهرة والمباراة الثانية لكن هتكون في أقل أهمية طبعا لأن منشستر سيتي أمام سبورت جريش مونة مش بنفس قوة مباراة الريال وباريس سان جرمان فرقيتين قبار جدا النهاردة القمة بين فريق الأسباني والفريق الفرنسي طيب الدوري الأوروبا النهاردة الساعة 8 إلى 4 في مباراتين أيضا ريال بيتيس بيصديف انتراخت فرانكفورت وبورتو البرتغالي بيصديف فليون الفرنسي إن شاء الله تكون مجموعة من المباراة المهمة جدا اللي الكل بيتأكيد هيستمتع بمتابعتها وبالأخص بيتأكيد هتكون مباراة الريال مدريد أمام باريس سان جرمان أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض فكر الترند الترند وعندنا مجموعة من الأخبار المهمة والتحليل الموضوعي والتقييم لمباراة الأمس وأيضا أخبار مهمة جدا بخصوص صفر الأهلي إلى جوانيس بيرجر أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة الأهلي وفيرامتز بالأمس كانت مباراة مؤجلة من الجولة التمنى والأهلي فاز بسلسة أهداف مقابل لاشي المشهد مبارح كله على بعضه كده كان حالو أداء ونتيجة وعودة الروح من جديد للمدرجات مبارح المشهد كله كان سمفونية من جميع الجهات الجمهور مبارح ادى روح للمطش ادى روح للملعب سيبكم من الناس اللي بتحول تسخن وتكتب كده بسطات ملهاش أي معنى وبتعمل إصارة بدون أي لازمة وإحنا خدوا بالك وإحنا داخلنا لما عام مع مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطن وعايزين الجمهور يرجع ويكون فيه 60 ألف في مباراة مصر والسنغال جمهور الأهل والزمالك والإسماعيلي وكل الجمهور الأندية الشعبية فالبعض اللي بيحاول يقول أصل الجمهور مبارح خارج عن النص الجمهور مبارح هو كان الكريزة بتاعة مباراة الأهل وبرمتز جمهور الأهل مبارح إدى مثل إزاي تعرف يكون لك دور في الضغط النفسي على المنافس عشان تقدر تكسب المباراة ده مش أي حد يعرف يعملها خدوا بالكم ضغط نفسي على المنافس بدون الخروج عن النص ده مهم جدا ده مهم جدا اللي بيفهم في الكورة واللي بيفهم في لغارتمات الكورة ولغة الكورة في الملاعب وبالذات اللي بيتابع الكورة الأوروبية يعرف ده كلكم فاكرين لما انتقل لويس فيجو من ريال مدريد لبرشلونة إزاي كان فيه تأثير كبير جدا من الجمهور على أداء لويس فيجو في الكلاسيكو وبالتالي ما طلعش كل اللي عنده في المباراة ده بيبقى دور مطلوب من بعض الجماهير إن هي تقدر تأديه في المباراة طالما ما فيش خروج عن النص وده اللي حصل مبارح كان لهم دور كبير جدا في الضغط النفسي على المنافس وقدر الأهل مبارح بخبرات لاعبي وبقدرات الجهاز الفني وبخطة اللعب وبالطريقة اللي لعب بها موسيماني لأن مبارح كمان لعب بكذا طريقة بس هتكلم على ده بعد شوية لكن مبارح الجمهور لازم تديله حقه جمهور الأهل مبارح ادى المثل إزاي كله دور إيجابي وده اللي أنا عايز أتكلم عليه بشكل أكبر الفترة الجاية الأندية الشعبية لما جمهورها بيكون موجود في المدرجات بتفرق كتير قوي بتفرق كتير قوي فالمكسب مبارح كان مهم جدا وانتصار الأهل مبارح كان رائع جدا وعودة الروح للملاعب بوجود جمهور الأهلي ده كان شيء عظمة في مباراة مبارح على ملعب الأهلي والسلام وده كان لازم نقوله النهاردة في بداية الحديث عن المبارح عشان ندو الجمهور حقه وفي نفس الوقت البعض اللي بيحاول بقى إيه يخرج عن النص ويكتب كلام ملوش معنى أعتقد الرابط عندها مرائب وعندها ناس بتفهم في الكورة فمش هتتنساق وراء أي بسطات ولا أي كلام ملوش أي معنى في النطاق ده نروح بقى لجزء الأهم لأن البعض كده لما بيبقى الأهلي كسبان وعمل نتيجة كبيرة بيبدأ كده يطلع لك بقى بعض الكتب الدراسية عشان يدينا بقى إيه بعض الدروس وكلام طبعا مش منطقي ولا مفهوم بس نعدي كل الكلام ده ونروح بقى للكلام المهم مبارح بيت سموسيماني لعب 4-2-3-1 لعب 4-3-3 ختم بـ 3-4-3 إجمالا كسب البعض اللي بيحاول يتكلم على طرق اللعب والتحليل والتشكيل الرجل مبارح كان بينوع كان بيشكل بيبدأ بدون عمر السلية في وسط الملعب تحس كده مبارح هو كان بيدي درس في فنيات الكورة لبعض الناس اللي بتطلع تتكلم في التحليل أو بتتكلم فيه طرق اللعب والراجل عامل نتائج مميزة جدا مبارح لما بدأش بالسلية الناس كتال أنا إزاي ما تبدأش بالسلية ومع ذلك بصه على السلية وهو نازل مبتسم فيه رضا فيه قناعة منه برأي المدير الفني والسلية هو نازل بيدي تعلمات لللعيبة يعني هو بيستعد للتغيير بيدي تعلمات لللعيبة ده معنى إيه؟ معنى أن فيه تكتش موجود على الدكة بيشتغل صح محضر لعبته كويس وكمان محضر لعبته إيه؟ ده لعب يوم السبت مع المريخ إدى إجازة الحد يوم اللي اتنين دخل موسقر لعب التلات في حد بيحصل كده معه في الدور العام مفيش على فكرة العالي لعب تسع مطشاط في أقل من شهر كل الفرق بلا استثناء حتى اللي بلعبهم في أفريقيا يكبرهم لعب بست مطشاط ومع ذلك الاهلي كسب بيكسب بقى بالتلاتة وبالالاربعة وبالخمسة يمكن الجمهورين برح حتى لما شاف النتيجة قال لك فوزنا على الزمالك بخمسة فوزنا على الإسماعيل باربعة فوزنا على بيرامة زيب تلاتة لأ ده كده الكرف بيمزل يعني حتى شوف إحساس الجمهور بالمكسب وصل لمرحلة الانتعاشة لعيشها جمهوري الأهلي في الفترة الحالية رغم من البعض قدر الإمكان بيحاول يصدر صورة سلبية على أي نتيجة بتحصل معها فريق الأهلي اللي ما فيش فريق في العالم بيكسب كل المطشاط أو حتى ممكن يكسب بأريحية في كل المباريات كلمت على تغيير السلية كمان لما خرج أفشة لما نزل حسيني الشحات لما نزل لويس ميكي سوني هدف عمر السلية مبارح عارفين بقى الأرطو شغل البليستيشن بقى أو طريقة اللاوية على البليستيشن حاجة حاجة فوق الوصف والشيء المميز مبارح كمان رغم أن أنا مبارح سماء التصريحات كانت بالنسبة لي غريبة من الكابتن إيهاب جلال بيقولك الأهل مبارح ما صنعش فرص كتير لا الأهل صنع فرص يا كابتن إيهاب وفي نقطة ممكن تكون خافي على حضرتك أنك عندك دايما في تفكيرك في القورة أو في استراتيجيتك لأي فرقة أنت بتتولى مسؤوليتها أنك تبدأ الهجمة من تحت تبدأ بناء اللعبة من أول حارس المرمى الخط الدفاع أنت ممكن تعمل ده مع فرقة تانية لكن قدام فرقة الأهلي المقصة لما لعب الأهلي المقصة خسر أربعة لما كان الكابتن إيهاب جلال بيقود المقص لما كان بيقود الزمال خسر من الأهلي ثلاثة لما كان بيقود بيرامدز مبارح خسر من الأهلي ثلاثة إذن هي مش فكرة صناعة فرص فكرة أنت تبقى مدرب عارف إمكانيات اللعبة بتاعتك بتحتاج إيه وإنت محتاج إيه عشان تقدر تكسب موافق جملة شهيرة بيقولك إيه اللي تكسب بيه إلعب بيه طي ممكن إمبارح يكون صناعة فرصتين صناعة ثلاثة وإنت ممكن تكون صناعة عشرة لكن أنا اشتغلت على أخطاء المنافس بشكل صح فبالتالي إمبارح النادي الأهلي كان بيالعب على التفاصيل إيه هي بقى التفاصيل؟ إن المنافس كان بيالعب بطريقة لعب لا تليق بإمكانيات اللعبة اللي موجودة فكرة السيكسي فوتبول وابدأ من أول الحرس المرمى لخط الدفاع وابن الهجمة مش كل الفرقة تعرف تعملها فبالتالي إمبارح خصارة إمبارح نتيجة متوقعة نتيجة طريقة اللعب اللي كان بيلعب بها الكابتن إيهاب جلال والتفكير المميز جدا والتحضير الرائع جدا لبيتسو مسماني اللي البعض دلوقتي يقول لك هو رجل المهام الصعبة دايماً بيشتغل على المباراة الكبيرة ما هو لو ما اشتغلش على المباراة الكبيرة مش هياخد بطولات هي البطولات بتيجي منين من مطشاط الفرقة الكبيرة ولو في مطشاط مع فرقة صغيرة ممكن بتعمل نتائج سلبية معاك الرجل حتى كأول سنة دوري خلاص فيهم الدرس ويعرف المسألة مشة ازاي وبيكسب حتى الفرقة اللي صعدة للدور الممتاز السنة دي بالتلاتة وبالأربعة فبالتالي الحمد لله المشوار ماشي كويس جدا والنتائج لغاية دلوقتي مميزة إمبارح في المكان ده قلت تشكيل الأهلي مبارح قلت مبارح هنا في المكان في مناجي ترند قلت تشكيل لا يكون فيه مفاجآت وبالفعل حصلت كذا مفاجأة في التشكيل السلية ما كانش أساسي بدأ بياسر إبراهيم بدأ ببير ستاو فبالتالي كان عنده كذا لقطة في التشكيل مبارح قدر بيتسو موسيماني يلعب على إن هو يقفل المناطق اللي ممكن يكون فيها بعض لقطات أو بعض الأماكن اللي يكون فيها مشاكل فنية في المباراة السابقة وإدر يعالجها وفي نفس الوقت يبني عليها بشكل جيد عشان يكون فيها عناصر بديلة تنزل وتكمل وده ظهر لما نزل عمر السلية طيب اللقطة المميزة اللي عايز أتكلم عليها مبارح ومن وجهة نظر أي حد فاهم في الكورة وفاهم في التحكيم مبارح كانت رمضان صبحي كارت أحمر يمكن الغلطة الوحيدة مبارح لحكم المباراة الكابتن محمود البنة والكابتن أحمد الغندور أن لقطة رمضان صبحي مع ياسر إبراهيم كان كارت أحمر الناس عتقول لي ما كانش فيه احتجاج جسدي قوي أو الخبطة اللي عملها رمضان لياسر إبراهيم ضعيفة لا ما فيش في القانون الكلام ده فيه في القانون حاجة اسمها السلوك الجسدي فاكرين مباراة الهلال السعودي مع الأهلي في كأس العالم للأندية لعب الهلال السعودي لما عرقل ياسر إبراهيم في منطقة الجزاء بدون كرة كانت برضو على القارة خفيفة لكن هنا الفار استعدى على الحكم وراح بص على اللعبة ورجعت ده له كارت أحمر السلوك الجسدي في قانون كرة القدم بيقول إيه هنا قدامك هي قد تشوف دلوقتي اللعبة على الشاشة خلاص هي الكرة مش معاه بص بركبته دخل فيه العدلة الخلفية لياسر إبراهيم ده السلوك الجسدي السلوك الجسدي هنا معنى إيه قارت أحمر مباشر لو الكابتن محمود البنة في الملعب ما خدش باله واعتبر أن فيه احتكاق حصل فده الأنذار كان يجب على أحمد الغندور مبارح أنه يستدع محمود البنة ويشوفها في الفار لكن أنا مش عايز أقول أن أحمد الغندور ممكن يكون راجع من إسماعالية أول مبارح مش مركز فيه إجهات زهني مش واخد باله بس دي لعبة مؤسرة لما برمت ز مبارح يلعب بدون رمضان صبح ويبقى عشر لعبة لعبة مؤسرة أنا عجبني مبارح بصراحة بعض محلل التحكيم لما قال عليها على طول دي كارتة أحمر عجبني جهات جريش لما قال عليها كارتة أحمر مبارح أنا استغربت من تحليل الكابتن أحمد الشناوي لما قال هي يعني خطة خفيفة ما فيش حاجة اسمها خطة خفيفة في القانون يا كابتن شناوي ده سلوك جسدي موجودة في القانون ما بين قصين سلوك جسدي كارتة أحمر دايريكت والفارد دوره يعمل كده فمبارح كان فيه خطأ مؤسر في مباراة الأهل وبيرامدز أنا كسبان ثلاثة لكن فيه خطأ مبارح لو كان احتساب لكا ممكن نقصب أربعة وخمسة ما سلسة نقاط بس ممكن نقصب سكور أربعة وخمسة وستة ايه المشكلة لكن ده خطأ تأثر فيه شكل المباراة مبارح وكان المفروض رمضان صبحي مبارح ياخد الكارت الأحمر طيب ده كده إجمالا الحديث على مباراة الأهل وبيرامدز والنتيجة الكبيرة الأهل تصدر ولسه ليه مباراة مؤجلة وفارق النقاط إن شاء الله هيبع أكبر فارق خمس نقاط عيب عن بيرامدز بإذن الله وست نقاط عن فريق الزمالك ولسه المشور طويل لكن أنا بقول لكم قبل نهاية الدور الأول للأهل بيسعى إن يبعد فارق النقاط عن أقرب المنافسين بدري بدري كده عايزيننا خالح عشان يركز في أفريق طيب الجزية الجزية التانية وهو تجديد عقد بيتسو موسيماني لمدة عامين قادمين كانت فيه ناس بتقول لك الشروط التعجزية والناس بتقول لك وأصلا فيه ناس في الإدارة مش عايزاها وعايزاها يمشي وكانت فيه ناس بتقول لك نعمل استفتاء تتفق ولا تختلف على استمرار موسيماني خدوا بالكم الكلام ده بيتقال والأهل فايز مع موسيماني بيتنين دورة عبطال إفريقيا واتنين برونزية واتنين سوبر إفريقي وكاسماني الزمال الخامسة وبرامد زي تلاتة واللي إسماعيلي أربعة يعني عام النتائج يعني ما حصلتش منذ عهد مانويل جوزيه والراجل ده في ظرفه قد إيه ده في سنة ونص ده لسه مخلص العهد بتاعه تمام لكن كان بتتقال تفاصيل كتير قوي وإحنا هنا طلعنا نافينا كتير لدرجة مبارحة لما الخبر نزل على الموقع الرسم ياه أخيرا أخيرا إيه بقى مش هنطلع كل شوية جماعة ننفي لأن الفترة الأخيرة آخر شهرين وخدوا بالكم الكلام ده برضو حصل مع علم علول يعني فيه لعيبة في أندية تانية بقالها سنة ما جددتش ما حدش بيتكلم عنها خالص خالص لعيبة ما بتجيش عشان تجدد ما حدش بيتكلم عنها خالص لكن علم علول ما بيتكلمش والأهل قال إن خلاص الموضوع خلص وهنعلم في التوقيت المناسب لا نتكلم إزاي علم علول ما جددش علم علول جدد نروح بقى على مسيماني طب مسيماني جدد إيه بقى إيه الخطوة اللي جاية قال يو ديانج أنا برضو أفتح معاكم كده كلام ممكن نروح يعني نشوف وجهات النظر للفترة الجاية عيبقى الكلام على إيه قال يو ديانج عرضي بعشرين مليون ديانج عايز يمشي ما هو ده ممكن يتقال بس خدوا بالكم لسه الانتقلات في شهر 9 الجاية فبدري بدري يعني الكلام ده برضو مش هيبقى يعني إيه شغال معنا لسه 6 شهور فما فيش كلام زي ده هيحصل في استقرار فني في استقرار إداري طيب معاني الخبر المتعلق بتجديد مسيماني ركزوا في تفاصيل المعاني اللي مكتومة ما بين السطور انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو مسيماني وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبي وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد مسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي وقام المدير الفني للأهلي ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية كلام واضح جدا ما بين السطور والرسالة اللي عايزة تقولها إدارة الأهلي لكل السادة الإعلاميين ولكل السادة الصحفيين لقدر إن كانوا يحاولوا يكتهدوا خلال الفترة الأخيرة في صقة من النادي في المدير الفني في ترجمة للإنجازات العديدة وبالتالي لم يكن هناك أي حاجة لها علاقة بالشروط التعجزية لم يكن هناك أي داعي للحديث عن خلافات ما بين الإدارة وبيتسو مسيماني ولا كان هناك أي فكرة من الأساس لتوجيه الشكر للمدير الفني خلال الفترة الأخيرة لأن الإدارة بتعلم من خلال هذا البيان ترجمة للإنجازات العديدة التي حققها خلال الفترة الماضية أتمنى نكتفي بهذا القدر من الشائعات والاجتهادات ونقف خلف صف النادي الأهلي لأن النادي الأهلي لما بيكسب شوفوا سعادة الشعب المصري في الشارع شوفوا فرحة الشعب المصري لما الأهلي بيكسب محليا أو قريا الناس بتنسى حاجات كتير قوي بتنسى حاجات كتير وبتفرح بفوز الأهلي عموما كسبنا بيراميدز وهي مباراة بثلاث نقاط أمام أحد الفرق اللي طاق يعني ده أطموح أن هي تعمل يعني شكل فيه الدور العامة في البطولة الإفريقية لكن الواقعية دايما هي اللي بتفرد نفسها الاسم والشعبية والجمهارية دايما موجودة بيتسو مسيماني زالين أوف كينج الأسد الملك كم قبل كده قال على أكرم توفيق مفاسة لكن هو بصراحة هو الأسد أو هو الملك المتوج على عرش الكرة المصرية والكرة الإفريقية أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الحديث عن معسقل الأهلي في جنوب إفريقيا تحديدا في جوانسبرج استعنادا لي مواجهة سانداونس فريد نادي الأهلي سافر بالأمس ووصل صباح اليوم فبالتالي فيك أوليس مهمة جدا لذلك أطير مباشرة إلى جوانسبرج في جنوب إفريقيا مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي متواجد بالتأكيد مع بعسة الفريق وصل صباح اليوم وعنده كواليس كثيرة ومهمة عن مباراة سانداونس مساء الخير يا فاروق حمد الله على السلامة وإليك الميكروفون بقى أقول لكل التفاصيل الخاصة بصفر الفريق والاستعداد لمباراة سانداونس طبعا كل التحية لك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابع شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبإذن الله تكون سفرية موفقة لفريق النادي الأهلي ويكون اللعبين في يومهم إن شاء الله ونحق انتصار على فريق صانداونس في هذا اللقاء محمد رحلة طيران استغرقت أكثر من عشر ساعات طبعا عقب الفوز على فريق بيرامدز بسلسية كبيرة اللي أطفت مزيد من ارتفاع الروح المعنوية والسعادة عند لعاب النادي الأهلي لكن زي ما انت عارف يا محمد يعني خلاص تعودنا على شخصية لعاب النادي الأهلي الانتصار والفرحة كانت خلال غرف خلع الملابس ثم لدى وصول اللقابين إلى مطار القاهرة خلاص فيه هدف تاني فيه طموح تاني فيه مهمة تانية تعارف بتطلع من تحدي لتحدي من طموح لطموح هو ده الطموح بتاع العاب النادي الأهلي طموح يبقى عندك بطولة عندك منافسة عندك تحدي جديد هو ده اللي بيصير عليه لعاب النادي الأهلي طبعا كان الوصول لعاب النادي الأهلي إلى مطار القاهرة بالأمس طبعا فيه البيعثة اللي بيرقص الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا وبرفقته لكابتن الأستاذ طارق أنديل والكابتن حسام غالي خلينا نقولك أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من وصول اللعابين لمطار القاهرة حريص على الاتصال بالأستاذ الدكتور محمد شاوي ومتابعة كافة التفاصيل وكافة الأمور اللي اطماننا على البعثة النادي الأهلي طبعا زي ما قلنا محمد رحلة طهران استغرقت أكثر من عشر ساعات كان وصلنا إلى مطار جوانيس بيرجي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بتوقيت جنوب أفريقيا اللي هو يا محمد نفسي توقيت القاهرة يعني التوقيت بالزبط يعني الواحد ما بين القاهرة أيضا وجوانيس بيرج يعني لدى وصلنا للمطار كانت الأمطار بغزارة في استقبال فريق النادي الأهلي إن شاء الله تكون بشر الاخير للنادي الأهلي كانت الأمطار وكانت يعني سقوط أو هطول الأمطار اليوم خلال الفترة الماضية ما كانش في سقوط أمطار كان سقوط الأمطار اليوم أيضا كان توفد عدد كبير جدا من وسائل الصحافة والإعلام بجنوب أفريقيا طبعا الاحتفال أو الاستقبال للنادي الأهلي وأيضا الحديث عن تجديد عقد مستر بيتسو موسيماني اهتمام بالغ من الوسائل الإعلام هنا في جنوب أفريقيا بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني ومواجهة الأهلي مع ساندونز كتير من المواقع يتكلم على أن خلاص مواجهة بقت معتادة في دوري أبطال لأفريقيا أيضا كان في استقبال بعثة فريق للنادي الأهلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا أستاذ أحمد الفضلي سفير جمهورية مصر العربية أيضا والأستاذ كريم الخشاب سكرتير السفارة اللي كانوا حرصين على يعني انهاء كافة الإجراءات طبعا على الكابتن سامير عدلي كابتن سيد عبد الحفيز ثم التحرك محمد من المطار جونيس بيرج إلى المقر إقامة فريق اللي نادري ألي اللي بيبعد عن المطار يعني بخمسة وتلاتين دقيقة سريعا طبعا كان يعني الدوري الكبير جدا يبنبير كابتن سامير عدلي مع الكابتن سيد عبد الحفيز سريعا كان تم انهاء كافة الأمور صعد اللعبين إلى الغرف طبعا مستر بيتسو موسيماني خلينا أقولك لأكثر من شقة بنتكلم عليهم نفضل أن يكون فيه راحة للعبين لكن محمد يعني وإحنا موجودين مع اللعبين على الطائرة كان جلسات الاستشفاء وأجهزة الاستشفاء الموجودة مع اللعبين على الطائرة أمور كتير جدا مهمة من اللعبين في العمليات الاستشفاء والريكوفر اللي طبعا الدكتور أحمد أبو عابلة يعني خلال العشر ساعات عمال يتابع اللعبين في كافة الأمور ودي طبعا شخصية لعبة النادي الآلي طبعا اليوم كان راحة من التدريبات اكتفاء بس يعني بعض التدريبات في الجيم تدريبات خفيفة لبعض اللعبين من الأمور المهمة برضو محمد وإحنا بنستعرف برضو كواليس الصفر كان روجر المدرب المساعد لي مستر كيروش كان حريص أنه يكون موجود معنا على الطائرة المتاجهة إلى جوانيس بيرج ومن المنتظر أنه يكون موجود إن شاء الله يتفرج ويتابع المباراة مباراة الآلي وساندونز اللي تقام على ملعب سوكر سيتي يوم السبت القادم في تمام الساعة الثالثة كان لها حديث معا نتكلم على اللعابين نتكلم على مباراة مصر والسنغال المواجهة صعبة جدا لكن إن شاء الله احنا عندنا ثقة في اللعابين تطرقنا طبعا لمباراة الآلي وبرامدز وأشاب بالعاب ندل آلي ومستوى العاب ندل آلي وأشاب بمصر بيتسوموسيمان أيضا يتكلم ومعا نقدرون أمور خاصة لقناة ندل آلي محمد تكلم على مستوى محمد هاني وأشاب بمستوى محمد هاني ومحمد مجد أفشا وقال إن كلام كتير بيضار خلال داخل الجاز الفني إن شاء الله لاستدعاء محمد هاني ومحمد مجد أفشا له مبراتي السنغال له المنتخب المصري أمور كلها محمد تطور وتقول اللي بتسير على أكثر من شكل أكثر من رائع. طبعاً أنت من تمامي محمد. أمور أكثر بتسير بشكل أكثر من رائع. فاروق عايز سألك على نقطة مهمة جداً. وطري فيه أنطار وكل حاجة والجو كويس. بس فيه رتوبة ولا ما فيه رتوبة؟ دي جزئية. الجزئية الثانية هسألك على محمد هاني. إن بلع خرج ونزل كريم فؤاد بسبب إصابة والجهاز الفني فضل يريحه. طمين على أصابة هاني يلحق إن شاء الله ماتش سانداونز. ولا إيه التشخيص بالنسبة لدكتور أحمد أبو عبل. خلينا أقولك أن الدكتور أحمد أبو عبل بالفعل طميننا للفحص المبدئي أو التشخيص المبدئي. ليه محمد هاني مطمئن بالنسبة كبيرة جداً. ونسب لحقه بالمباراة سانداونز إن شاء الله كبيرة يكون موجود في اللقاء. لكن هيتم إجراء شعة صنار لي محمد هاني اليوم إن شاء الله. يعني على إثرها هيتم تحديد النواية ينضم للتدريبات غداً بمشيط الله. طبعاً اللي يكون أولى تدريبات النادي الأهلي على ملعب كايزر تشيفز. النادي الأهلي هيؤدي تدريبين على ملعب كايزر تشيفز الخميس يوم الأربع ويوم الخميس. ويوم الجمعة يكون التدريب الوحيد على ملعب سوكر سيتي. وخلينا نقول لك محمد نقطة مهمة جداً أن نادي سانداونزي تلقى موافقة كتابية من الاتحاد الأفريقي بالموافقة على حضور 10% من ساعة الإستاد سوكر سيتي. اللي بتسعى ل95 ألف متفرج. هيكون حصل على موافقة بعشرة في المية من ساعة الإستاد لحضور الجماهير للقاء. نسبة الرطوبة محمد ليه تقدر تقول ممتازة جداً. يعني نسبة الرطوبة مش عالية جداً منخفضة جداً لنسبة الرطوبة. لكن يا محمد تعرف أن الطاقس طبعاً في جنوب أفريقيا متغيرت. الأربع فاصول متوع السنة إحنا حالياً في جنوب أفريقيا أمطار. بس ده فصل الصيف زمان تعرف يا محمد في جنوب أفريقيا. ولكن الأمور متغيرة. من المنتظر أن درجات الحرارة هترتفع غداً بمشيئة الله. إن شاء الله يا محمد التديب الأول للنادي الآيلي غداً يكون في تمام الساعة الثالثة عصراً. أنا موجود معك يا محمد لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل. طيب رجر ديسان تكلمتني وقلت لي أنه هو مسافر مع الفريق عشان يتابع المباراة. الفكرة أن المدرب العام لمنتخبنا الوطني مسافر يحضر المباراة من أرض الملعب؟ هي بالفعل يا محمد. هو طبعاً حصل على أجازة خلال هذا الوقت. لكن استغل لها أنه يكون موجود في المباراة لبعض الأمور. طبعاً بالتنسيق مع مستر كيروش. أنه هو عايز يتابع بعض اللعبين من تفرج على المباراة من الأرض الملعب. ودي كان من النقاط المهمة جداً بتكليف أنه يكون موجود في المباراة. أنه يتابع يتفرج على بعض اللعبين في النادي الآلي. طبعاً أنت خلاص فيه لعبة أو مجموعة أنت خلاص تطمنت أنها تكون موجودة مع المنتخب المصري. زي ما تكلمنا محمد قال لنا محمد محمد هاني ومحمد مجد أفشا. كلام كتير جداً مهم جداً أنهما إن شاء الله يكونوا موجودين مع المنتخب المصري. مستر روجر مبسوط بالأجواء في مصر. طبعاً استعرضت مع ذكرياته في مباراة الآلي وأورلاندو. طبعاً كان المدير الفني لمواليه فريق أورلاندو بايرتز. طبعاً خلينا أقولك برضو أن الفندق اللي نحن موجودين فيه محمد. ده كان آخر مرة النادي الآلي أقام في هذا الفندق في 2013. في نسخة اللي النادي الآلي حصل فيها على المباراة اللي التقى فيها مع أورلاندو بايرتز. وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا. تقدر تقولي محمد الأمور إن شاء الله وهي الأمور مميزة إن شاء الله. نكلل بالانتصار في هذه المباراة بإذن الله. بإذن الله. الزميل العزيزة فاروق صلاح مفد قناة الأهل في جوانس بارج. مقيم ومتواجد بشكل دائم مع فريق النادي الأهل. ومتابعة كل الأخبار والكواليس قبل مباراة سانداونز يوم السبت القادم. شكراً جزيلاً يا فاروق وكل التوفيق ليك ولأفراد البعثة. وإن شاء الله لأهل يقدم مباراة كبيرة أمام سانداونز اللي يتحدد بشكل رسمي حضور عدد محدد من الجماهير. هو العدد يعني من نسبة 10% بالزبط. نتكلم من 5000 إلى 10000 متفارج ببعض الإجراءات الاحترازية في مباراة السبت أمام سانداونز. أخرج إلى فاصل وبعض الفاصل نرجع مع بعض. وعندنا التفاصيل لسه في تريند الأهل والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا. أهلاً بحضراتكم من جديد وتريند الأهل. نروح مع بعض نشوف السوشيال ميديا. أول حاجة لحساب الرسمي للنادي الأهل بيتكلم على قمة الدوري. حساب الرسمي للنادي الأهل على تويتر. قمة الدوري 28 نقطة. أقوى خط هجوم بـ 30 هدف بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. وأقوى خط دفاع بـ 8 أهداف. أرقام قياسية جيدة في بداية هذا الموسيقى. حساب يلا كورة أيضاً على تويتر. بيتكلم على نتائج الأهلي أمام الفرق الكبرى هذا الموسم حتى الآن. فوز على الإسماعيلي 4-0. فوز على الزمالك بالخمسة. فوز على مونتري بهدف مقابل لاشيء. الخسار أمام بلميراس 0-2. الفوز على الهلالي السعودي 4-0. والفوز على فيراميدز 3-0. نروح له حساب في الجول. بيتكلم على مدرب الموسم الواحد. بيتسو أثبت للجميع جودته كمدرب كبير. حقق خمس بطولات في الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للأهلي. اتنين دوري أبطال إفريقيا. اتنين سوبر إفريقي. واحد كأس مصر. اتنين برنزية كأس عالم أندية. لقيت 83 مباراة. فاس في 59. خسر سبعة. وتعادل في 17 مباراة. وكل ده ولسه ما كملش سنة ونصف. سبوار 360 مصرية من خلال حسابها على تويتر. بيكلموا على عمر السلية. أفضل خط وسط في مصر حاليا. هل تتطفق؟ أتطفق وبشدة. حدش يقدر يختلف على ده أفضل لعب في مصر. بصراحة خلال هذه الفترة الموسم ده والموسم الماضي. كورا بلاسر يتكلم على السلية. يعود إلى التشكيل الأساسي للأهلي أمام سنداونز. هو ده جزء من الريتيشن اللي عاملو بيتسو موسماني في مباراة بيرامدز. البعض كان متخوف قالك عيرايح الأساسيين الزي. ده مطش كبير ومهم. الأهلي يا جماعة بمنحضر بلاعب البيرامدز بلاعب الزمالك بلاعب أي حد في مصر. الحداشر يبدأوا المباراة زيهم زي اللي عاديين على الدكة أو حتى اللي برها القايمة. فبالتالي السلية كان مريح هذه المباراة عشان يكون أساسي بإذن الله في مباراة سنداونز. وال23 اللعب اللي تم استدعوهم لمباراة سنداونز إن شاء الله يكونوا كلهم جاهزين. نروح لحساب اليوم السبب يكلموا عن أن الأهلي يواجه سنداونز على ملعب نهائي كأس العالم. طيب ده بشكل رسمي والخبر ده احنا انفرضنا بالأسبوع الماضي تقرر بشكل نهائي نقل هذه المباراة لملعب سوكر سيتي ملعب البنك الوطني في جوهانيس بيرج. الملعب ده بيسعى لحوالي 97 ألف متفرج. عدد الجمهور 5000 ألف مشجع مع الإضافات الممكن تحصل خلال الساعات القادمة لن يزيد عن 10 ألف. فبالتالي أقل من 10% من ساعة الملعب المباراة الساعة 3 بقيادة تحكمية للحكم الأسيوبي بملاك سيما. وكل التوفيل الأهلي الملعب ده ملعب نادي كايزر تشيفز يعتبر سانداونز غريب عليه زيه زي الأهلي. إن شاء الله تبقى فرصة كويسة وأنا عندي ثقة إن الأهلي بقيادة موسيمين هيقدر يرجع إن شاء الله بنتيجة إجابية من جوهانيس بيرج. أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض. عندنا الكلام مهم جدا أيضا في الترند المحلي وبقى فقرات برنامج الترند. أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة الترند المحلي وآخر فقرة معنا النهاردة في برنامج الترند. نروح للترند المحلي لأن فيه تويتر مهمة جدا النهاردة صدرت من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. أعلم فيها قيمة المحترفين لمباراة مصر والسينغال الحاسم. هو الطبيع والمنطقي طوال من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الكورة. لكن النهاردة كيروش يمكن نشرها من خلال حسابه الرسمي على تويتر. يمكن الأسامي احنا بنتكلم في تسعة لعيبة محترفة. كريم محافظ في مالاتيا سبورت التركي. محمد النيني أرسنال. محمد صلاح ليفربول. مصطفى فتحي في التعاون السعودي. مصطفى محمد في جالتا سراي. تكملي طبعا بقى التغريدة. أحمد حسن كوكا في كونيا سبورت التركي. أحمد ياسر ريان في ألتاي التركي. عمر مرموش في شتوتجارت الألماني. ومحمد حسن تريزيجي في بشك شهير إسطنبول التركي. ده التسعة المحترفين اللي استدعاهم كارلوس كيروش لمباراة مصر والسنغال. وإن شاء الله يكونوا موافقين في المعسكر القادر. إعلان القيمة اللاعبين المحليين على فكرة هتكون يوم 20 من الشهر الجاري. عقب المباريات الإفريقية للأهل والزمالك وبيرامدز والمصر. طيب. رياضة بوابة الأهرام بتتكلم على أن كروش هيدرس دم أربع حراس مرمى لمعسكر منتخب مصر استعدادة لمواجهة السنغال. هو مش أغير في الأربعة. بنتكلم في الشناوي وأبو جبل وصبحي ومحمود داجاد. في استقرار على رباع ومفيش أي تغيير في أربع حراس المرمى الفترة اللي جاي. طيب. نروح كمان لجول مصر وبالأمس الفيفا أعلن حكام مباريات الدور الفاصل. الكنغولي جاك جاك نيدالا يقود مباراة مصر والسنغال في زهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. المباراة دي ستكون في القاهرة يوم 25 مارس الساعة 9 ونص مساء بتوقيت القاهرة. وحكم تقنية الفيديو الفار هيكون طاقم إيطالة بقيادة تاماركو ديبيلو. هو اللي هيكون حكم تقنية الفار في مباراة مصر والسنغال. بالمناسبة يعني لقاء العودة هيكون بنسبة كبيرة حكم عربي. الفيفا لسه ما علمش رسمي لكن كل الأخبار الواردة بتقول كده. حساب يلا كورة مصدر يلا كورة الفيفا أو الاتحاد الدولي لكورة القدم. اختار طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباراة الإياب بين السنغال ومصر. مباراة تلعب الساعة 7 مساء في السنغال بإذن الله. والجولة الأخيرة دي جولة الإياب المؤهلة مباشرة بقى إن شاء الله لكأس العالم في قطر. طيب وأنا عايز أتكلم على جزئية الاستعانة بطاقم حكام أوروبي في كل مباراة التصفيات الإفريقية. الخبر ده انفرضنا بالأسبوع الماضي زي النهاردة يوم الأربع اللي فاتت كلمت فيه. وقلت إن خلال فترة وجيزة الفيفا يعني لقاطكم التحكمة اللي هتدير مباراة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وقلت عايب فيها مفاجآت لإن هناك اتجاه للاستعانة بحكام من خارج قارة إفريقيا. الغريب بالنسبة لي إن الكابتن عصام عبد الفتاح مش هتكلم بقى رئيس لجنة حكام الاتحاد المصري أو رئيس لجنة الحكام في مصر. ده عضو لجنة الحكام عن منطقة شمال إفريقيا. الزون بتاع شمال إفريقيا. آه هو الزون شمال إفريقيا اللي هو النطقين بالعربية والإنجليزية. يمكن هو كان مسؤول عن الزون كله اللي نطقين بالعربية والإنجليزية والفرنسية. لكن بعد التعديل الأخير للجنة أصبح المغربي يحيى حطقة مسؤول عن الزون إنجليز وفرنساوي لكن الكابتن عصام بقى مسؤول عن اللغة العربية والإنجليزية يعني نقدر نقول محاضراته ومتابعاته هتكون في إطار ما بين مصر وليبيا فقط تونس والجزائر والمغرب هتكون من اختصاص يحيى حطقة المغربي لكن المفاجأة بالنسبة لي أن الكابتن عصام طيق قال مفيش الكلام ده كل المباريات بحكام أفرقى سواء في الساحة أو في الفار معقولة هو ما يعرفش أن لجنة الحكام في الكاف مع الفيفا اجتمعوا الأسبوع الماضي وكان فيه تعليمات من ماسيبو بوساكا المسؤول عن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي مع إيدي ماييه واتفقوا أن هيتم الاستعانة بحكام تقنية الفيديو من خارق قرية إفريقيا يعني أنا كصحفي أو أنا كإعلامي الخبر جالي بكل سهولة آه اتقل من أوروبا لكن ممكن يتم الاستعانة به قرات تانية فأنا حتى وقتها مسكت العسام للنص وقلت الاستعانة بحكام من خارق قرية إفريقيا ممكن يجي من أوروبا ممكن يجي من أسيا على حسب ممكن يحصل أي تعديل بسبب ظروف طياران أي شيء فممكن يجي حكام من قرات تانية لكن هو طرع نفع هذا الخبر جملة وتفصيلا إمبارح الفيفا لما أعلن بصوا الأسامي اللي معايا إيه مثلا لقاء الزهام بين مالي وتونس طاقم تحكيم الفار من أسبانيا لقاء الزهام بين مصر والسنغال الفار من إيطاليا القنغو الديمقراطية والمغرب الفار من فرنسا غانا ونيجيريا الفار من هولندا المغرب والقنغو الديمقراطية لقاء الاياب في كازابلانكا الفار من بولندا لقاء الاياب ما بين الجزار والكاميرون الفار من ألمانيا كل أطقم الفار في كل المباريات من أوروبا معلومة زي دي مش عند الكابتن أصام ده أنت المفروض مسؤول كبير جدا في اللجنة ويمكن من أقدم الأعضاء عضوا في هذه اللجنة منذ سنوات طويلة مش عارف وهل ده ممكن يكون من ضمن الأسباب أن حتى الحكام المصريين مش واخدين حقهم لأن الكابتن الأصام مش متفرغ مثلا لعمل لجنة الحكام في الكاف على فكرة ما فيش ولا حكم مصري هيدير مباراة سواء في الزهاب أو الاياب في تصفيات كاس العالم ما عندناش غير أمين عمر حكم رابع في لقاء الايام ما بين الجزار والكاميرون وبكاري جسمة وحكم الساحة ده جوش وبندو البتسواني هيدير مباراة في تصفيات كاس العالم هل تتخيلوا ده؟ البروندي بسفيك هيدير مباراة في تصفيات كاس العالم وإحنا البنة مش موجود أمين عمر مش موجود ما فيش ولا حكم مصري وفي تونسي وفي مغربي وفي جزائري لكن ما فيش ولا حكم مصري طيب أروح لي المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في أداة الأهلي أمام بيراميدز عبدالله ردوان بيقول أداء أكثر من رائع بصراحة شابو للعيب الأهلي أنا كنت خايف عليهم من الإجهاد أو تحملوا لا يتحملوا بشر من ضغط مطشاط وإجهاد ربنا معاهم إن شاء الله يرجعوا من جرب أفريقيا منصورين بإذن الله رأيي تاني معايا علي بيقول أداء مزيكة وإن كان هناك بعض الملاحظات ولكن نظر الإجهاد اللي فيه اللاعبين بالروح والعزيمة نقدر نكسب أي فريق وإن شاء الله نتيجة إيجابية مع سندانز والإتمئنان على الصعود بإذن الله أنا كنت أتمنى أخذ كل الأراء والمشاركات لكن والله وقتنا دائع جدا في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء